تعلم بحضراتكم مرة أخرى السبب شرفني ومنواني محمود شاكر وأحمد الجاري للحديث عن هذه المواجهة الكبيرة بين الأهلي والزمالك نروح للمحمود شاكر ونبدأ كلام عن الأهلي بعد ما تكلمنا شوية عن الزمالك وعايز أخدك في نقطة مهمة سريعة ووضحة جدا أنا في العيب في الأهلي عجبني وأحاسي من الكون بيدور حواليه ده حرام أنا فيها من ناس تتكلم عن المواني أعطيه طبعاً وعباره الدفاعات العظيمة كلمة على كهرباية كلمة على حسين الشاحات بس بيرسي تاو دايماً بحسه كوالة مختلف لعب مختلف في كل شيء بيرسي تاو يا كريم هو السلاح الأقوى والأشرص اللي موجود عند مارسل كولر الفتاك الفتاك اللي موجود عند مارسل كولر وهو أكتر وهو أكتر لعب موجود في الحداشر لعيب اللي موجودين في النادي الأهلي اللي بيبتدوا المباراة اللي عنده تنوعية وحلول كتيرة جداً 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 واللعيب ده في المباراة اللي بيبقى فيها مساحات كبيرة توقع بنسبة تتعدى التسعين خمسة وتسعين في المية إن الراجل ده هيبقى بواحد من أفضل اللعبين الموجودين وهيبقى أكتر واحد موجود على وريني على طول تعال بقى أفراجك عاوزة قبل ما أدخل هقول لك بيرسي تاو ليس مجرد جناح بيرسي تاو هو المتنفس الأكبر في التلت الهجومي مؤخراً لمارسل كولر في الفترات الأخيرة لنادي الأهلي وعاوز أقول لك هقول لك ليه بيرسي تاو هو أسكى لعب موجود في الندلق طيب باللغة إحنا بنتكلم إن ممكن بكرة ليه ممكن يكون بيرسي تاو واحد من المشاكل الكبيرة جداً 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 عند أسوريو إنه هو يعرف تعمل معها بص هنا بيرسي تاو ياخد معاه الباك بكل سهولة بيعمل وان تو بص يا كريم اللي سبرينت هيجري في دهر الدفاع وهياخد الكرة ويعدي ولكن ده عادي بالنسبة لنا عادي بس يا كريم أنا اللي بالنسبة لي مهم جداً الراجل ما بيخلصش في الكرة الراجل عارف كويس وبعد ما بيباصيله بيشاورله بيقول له عمل حسين الشاحات يعني هو مش بيلعب الباص وبيطلع منه وخلاص هو راجل بيعمل كل حاجة بص برضا يا كريم هنا راجل ببرا الكادر خالص بيستلم الكرة على الخط هتشوف بص يا كريم الراجل مميز مش بس إنه هو على الخط هنا بيلعب مع محمد هاني كرة دي مهمة جداً في حاجة يا كريم دايماً اللي مركزية والسويتشات اللي بتحصل بص دخل هنا جوه الملعب محمد هاني خد مكان الجناح وهو خد مكان الباك بيرسي تاو برا اللعب خالص وملوش أي تواجد من ناحية 18 بتاعت بص هنا محمد هاني ام نزل جوه الملعب بيرسي تاو طلع برا بص بقى هنا كريم السويتش اللي هيحصل ما بين محمد هاني بص بقى بيرسي تاو اللي كان برا اللعب خالص هو المتنفس اللي موجود بص بقى هنا هيعمل أوفر وخلاص لا الرجل عارف هيلعب أوفر ازاي وهيلعب أوفر لمين هنا كتوحدة من أخطر فرص للنادي الأهلي في مباراة فيوتشر طب هو الرجل بس متميز بس عند الخط الرجل بس متميز في السويتشات اللي بعمل عند محمد هاني لا الرجل عنده تنوعية كبيرة جدا بص يا كريم هنا مباراة للنادي الأهلي وهنا عاوز أفواحدة واحدة مرارة عطية هو المتنفس للنادي الأهلي في خروج بالكرة والتدارج بالكرة عاوزك تبص كان في تعليمات لي اسمه بتاع اسماعيلي حمد حسين الشامي ان الشامي يقفل زوايا التمرير ما يضغطش على مرارة عطية يقفل زوايا التمرير على مرارة عطية الأهلي ما عافش يطلع بكرة نكمل الفريم بص هنا بالمناسبة ده هيبع دورك جزيرة بكرة الشامي عمال يبص على مرارة عطية مش هيدغط على الأهلي داك عاوزك بقى بص برسيتاو كان فين معيش نرجع تاني عشان احنا كنا مركزين مع مرارة عطية نرجع كمان شوية كمان 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 شوية كمان شوية حلوين قوي لا حدا ما توسل مرارة عطية تاني بالزبط بص كريم الراجل مع سنتر باك أمواخد السنتر باك وطلع من فضل المساحة يكمل الراجل الكريم أم نزل هو اللي حل الدنيا كلها مرارة عطية مش هيدغط على بكرة مفيش مشاكل بص بقى كريم التطش طلع محمد شريف في المساحة الفاضية كل ده يعمل مشاكل بكرة لنادي الزمالك لنادي الزمالك بلا خط فاع متقدم ونادي الزمالك عنده مساحات كبيرة جدا بص يا كريم الراجل بعد ما لقى بالكورة واقف فين وطبعا محمد شريف العابة حلو ولكن دايما هو بيبقى موجود في الحتة اللي فيها صغرة عند نادي الزمالك اللي هي الحتة اللي قدام التمنتاشر نفس الكلام هنا يا كريم بص برضو هنا بيطلع بالكورة محمد مجدي أفشا برضو باخد الراجل هتشوف اللي هيعمله راجل متنفس هو اللي بيعرف يطلع للنادي الآلي بكل المشاكل بص يا كريم هنا الوان تطش بتاعته لعب الكورة من وان تطش على طول محمد مجدي أفشا الكورة طلقت اتلعبت وحش قوي راحت للديانج بص يا كريم بقى لحظة هنا بص على بص ارجع بقى شوية كورة تلعبت وراحت للديانج بيرسي تاو عمال يبص على الملعب كله هو بيشوف انا هحل المشكلة دي ازاي بص يا كريم برا الكدر ومحدش مازكه تحرك فين حلوة جدا تحرك فين بص يا كريم الراجل لما يستلم الكورة هيلاعب مرانة عطية وبعد كده هيكمل جاري نمشي بالكورة شوية بالراها بص يا كريم بيتمشى لوحده عارف هيروح فين وعارف هيجري فين وعارف المشكلة فين نكمل بالكورة بص يا كريم طبعا هو احمد عبدالقدر حطاها حلو لكن لو حطاها البرسي تاو كممكن يبهدف جميل جدا الراجل مش بيلعب وخلاص مش بيرقص وخلاص مش بيروح مساعدة انا بس دي اخر كورة عشان اقول لك عليها دي من اكبر مشاكل ممكن تجابل نادي الزمالك بكر عاوزك تبص على بيرسي تاو بص هنا ولا الزمالك بص يا كريم الاتحاب بيلعب كده زي الزمالك بالزبط بص يا كريم ما بيلعبش الوفر وخلاص وبالفضل بالزبط واحدة كمان عشان اوريك خطورة بيرسي تاو في الحتة دي هنا النادي الاهلي بيقيت على الكرة بص يا كريم الراجل من وان تتش على طول بيطلع انفراد للنادي الاهلي ولكن الراجل بتاع التحاد سكنداري تدخل واعتقد اخر فريم اواريولك ولا هو ده اخر فريم طب ما نعتبره اخر فريم نعتبره اخر فريم عشان نستكمل البيعي هي الكرة دي بص افلح بص يا كريم اللعيب الكرة لازم يبقى زاكي ايه عشكي بقولك هو زاكي بص يا كريم واحد اتنين تراتة اربعة خمس اخضر الراجل ساب كل حاجة المفروض ايطر راح ايطر على البعيدة ولا يخشش الخناء زاكي جدا فيقدر ايخطف في اي حد فحزاري بكرة من بيرسي تاو بالطريقة اللي بيلعب بيها اوسوريو لانه هو بيرسي تاو وحسين الشاحات ممكن يلدغوا زمالك من الحتة دي بسبب السرعات وبسبب الرزق اللي بيلعب بيهم نازم برضو نتكلم